هنا في معمل خبز رقاق في محافظة أربيل الذي تفوح منه رائحة الخبز الكردي تجدد النسوة صناعة التراث الشعبي للخبز الذي عاد إلى صدارة المشهد بقوة في أسواق كردستان العراق بالتزامن مع أزمة وباء كورونا جذب هذا الخبز الذي يعرف بالرقاق لرقته السكان إليه مجدداً نظراً لطعمه اللذيذ ومدة صلاحيته التي تتجاوز ثلاثة أشهر وقت الحضر مثلاً يقولون حضر عاش تيام وتشوف أكثر الإقبال يصير على هذا الخبز لماذا؟ لأن هذا الخبز بد من أنه المدة ماله طول كخزن يعني يجيك يأخذ لك ربطة يظل عنده شهر ما يكون أي مشكلة ما يتغير طعمه مثل الصمونة جزء يومين ثلاثة لازم يتغير طعم لأنه بيه مواد خمره بيه محسن تأثر عليه وبعيداً عن الأسواق لا تزال بعض البيوت القليلة في كردستان العراق تصنع خبز رقاق حفاظاً على هذا الإرث القديم من الزواء تقدر تخبز لفترة معينة يعني يبقى أشهر تقدر تخزنه مثلاً تخبزه بشهر التاسع أكوناس تخبص من الثامن للشتة تخلي أكل الأعراس شانو يستخدموه يعني أجدادنا هاي من قبل كل شي يعني يسوون إحنا يعني نقدر ننثلها بالماء فت خمس دقائق ونعوفها ونجي بعدين نستخدمها عادي ويستخدم يعني للأكل كالجبن ورقي يعني شغلات دولمة وياللبن يستخدم يعني هواية ويقبل الكثير من المواطنين العاجزين عن صناعة هذا الخبز على شرائه بعدما اندثرت صناعته في البيوت واقتصرت على الأفران وبعض القرى لا نستطيع الحصول هذه الأيام على هذا الخبز سوى في القرى وحاليا أنا أتيت إلى هذا الفرن لشراء خمسة وعشرين رغيفا بنحو عشرة ألاف دينار وهذه الكمية تكفين لمدة أسبوعين تقريبا ورغم تنوع أصناف الخبز والتغيير الذي طرأ على خبز رقال لا يزال هذا الخبز قادرا على الحفاظ على تاريخه ونكاته الخاصة ولو حتى داخل الأفران الحديثة شكرا